لا تحمل سلاحاً ولا تشن حروباً لكنها تستطيع فعل أكثر من ذلك فهي قادرة على تغيير مسار السياسة الأمريكية بأكملها أتحدث هنا بالطبع عن منظمة الإيباكا أو لجنة الشؤون العمل الأمريكية الإسرائيلية دعوني أوضح أكثر ما هي تذه المنظمة مصادر تنويلها والأهم بالطبع كيف تعمل عندما تأسست الإيباك في خمسينيات القرن الماضي لم يكن أحد يتخيل أن تتحول من مجرد منظمة صغيرة إلى واحدة من أقوى جماعات الضغط أو اللوبيات في الولايات المتحدة ببساطة أكثر تمثل إيباك اللوبي الذي يستخدمه يهود أمريكا من أجل توفير الدعم لإسرائيل بكافة أشكاله فعبر سنوات من الستراتيجيات الذكية والتحالفات غير المتوقعة استطعت إيباك أن تؤثر في سياسات البيت الأبيض والكونغرس وحتى في الحملات الانتخابية لأكبر المرشحين السياسيين وأصبحت عبر تلك السنوات منظمة كبيرة يدخل في عضويتها حاليا أكثر من مئة ألف شخص ولعلمكم الإيباك نجحت في إسقاط أعضاء كونغرس عدة أو إفشالهم حتى في الانتخابات حال قيام هؤلاء بدعم دولة عربية أو دعم القضية الفلسطينية صحيح أن الهدف الأبرز لهذه اللجنة هو توفير الدعم لإسرائيل خصوصاً المالي لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى تعميق التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومنع حصول أي تقارب أو تحالف بين الإدارة الأمريكية وأحدى الدول العربية أو مجموعة من هذه الدول في حالة وجود ضرر لإسرائيل نتيجة هذا التحالف باعتبار أن وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط مهم جداً لحماية المصالح الأمريكية الحيوية في هذه المنطقة لكن كيف تعمل هذه المنظمة؟ الإباك تعتمد على استراتيجية المساومة وتبادل المصالح يعني أنها تقدم كافة أشكال الدعم للمشرعين من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية في مقابل الحصول على دعم وتأييد للقضايا التي تهمها والمبدأ ذاته أيضاً تطبقه مع الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين فالإباك تعمل على تمرير برامجهم في الكونغرس باستخدام طبعاً نفوذها على المشرعين الذين ساعدتهم على الفوز في الانتخابات والمقابل طبعاً هو ضمان دعم البيت الأبيض لهذه القضايا التي تهم المنظمة وعلى رأسها وفي مقدمتها المصالح الإسرائيلية قد يسأل أحدكم من أين تستمد الإباك قوتها وتحديداً تمويلها من أين تحصل على الأموال لنتفق على أن الإباك ليست منظمة حكومية ولا تتلقى أموالاً من الحكومة الأمريكية أو الإسرائيلية بل تعتمد على الدعم من أفراد وجماعات متعاطفة مع أهدافها داخل الولايات المتحدة فهي تعتمد في المقام الأول على التبرعات من الأفراد والمنظمات الأمريكية مثل تبرعات الفردية فهنا يقوم الأفراد المتعاطفون مع الأهداف المؤيدة لإسرائيل بتقديم تبرعات كبيرة لإباك وغالباً ما يكون هؤلاء من أفراد المجتمع اليهودي الأمريكي وهناك أيضاً التبرعات من الشركات التي ترغب في دعم مصالح إسرائيل أو الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولا ننسى هنا أن الإباك تنظم فعاليات سنوية لجمع التبرعات مثل مؤتمر إباك السنوي الذي يجذب الآلاف من المؤيدين وتعتبر هذه الفعاليات مصدراً رئيسياً لدعم عملياتها وأنشطتها وهنا أيضاً لابد من ذكر معلومة مهمة أخرى وهي أن الإباك تلعب دوراً في دعم مرشحين سياسيين من كلا الحزبين الأشهر بأمريكا أقصدون الديمقراطي والجمهوري لكنها تفعل ذلك بشكل غير مباشر من خلال توجيه المؤيدين للتبرع لمرشحين معينين حيث أن القانون الأمريكي يمنعها من تقديم دعم مالي مباشر للحملات الانتخابية هل العلاقة بين الإباك والإدارة الأمريكية دائماً تكون كما يقول المثل العربي الشهير مثل السمن على العسل؟ بالطبع لا فهناك توترات عدة حدثت بينهما أبرزها اتفاقية أوسلو التي وقعت في عهد بيلي كلنتون عام 93 تحديداً إباك حينها لم تعرض الاتفاقية علناً إلا أن بعض أعضائها كانوا قلقين بشأن تقديم تنازلات إسرائيلية كبيرة للفلسطينيين مأثر توتراً داخل أوساط المؤيدين التقليديين لإباك كما شكل اتفاق إيران النووي عام 2015 إحدى أبرز الأزمات بين إدارة أوباما والإباك حينها عرضت الأخيرة وبشدة الاتفاق معتبرةً أنه يهدد أمن إسرائيل في المقابل حينها أيضاً دافعت إدارة أوباما عن الاتفاق باعتباره وسيلةً للحد من الطموحات النووية الإيرانية حتى أن الخلافة وصل إلى درجة كبيرة من التصعيم حيث بذلت إيباك حينها جهوداً مكثفة بالضغط على الكونغرس لمنع تمرير الاتفاق لكن من دون جدوى في النهاية أو في الخلاصة تسعى الإيباك دائماً للحفاظ على العلاقات قوية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة لكنها تواجه توتناً كلما تبينت سياسات البيت الأبيض مع أولوياتها أو مصالح الحكومة الإسرائيلية